اشتركوا في القناة هذا المنهاج المهم طبعا نعيد بشكل سريع ما تم اخذه في الدروس السابقة طبعا اخذنا الوحدة الثانية وهي كانت المغناطيس تعرفنا عن المادة المغناطيسية طرق المغناطة وطرق ازالة المغناطة وتكلمنا ايضا عن المجال المغناطيسي والقطب الشمالي والقطب الجنوبي طبعا بالاضافة عزيزي الطلاب لقد حللنا بعض الاسئلة المهمة هنا واليوم سوف نبدأ بمراجعة الفصل الثالث وهو التيار الكهربائي طبعا بالنسبة للتيار الكهربائي عزيزي الطلاب نقرأ قليلا ومن ثم نشرح طبعا كما هو مكتوب هنا حركة الشحنات الكهربائية اقتصرت دراستنا للظواهر الكهربائية في الفصل الاول من هذا الكتاب على مفهوم الشحنات الكهربائية الساكنة وسنتطرق في هذا الفصل لمفهوم الشحنات الكهربائية المتحركة خلال الموصلات لدراسة التيار الكهربائي طبعا عزيزي الطلاب في الفصل الاول من هذا الكتاب تم اخذ الكهرباء الساكنة وتكلمنا عنها بشكل كبير وتم ايضا اخذ قانون كولوم والذي كان يساوي F تساوي K ثابت الكهرباء مضروب بQ1 بQ2 ومقسوم على البعض بين الشحنتين في حال وجود شحنتين نقطيتين طبعا اخذنا عدة مسائل مهمة على هذا القانون نحن فقط نعيد للتذكرة طبعا بالاضافة اليوم سوف نتكلم عن الشحنات المتحركة والتيار الكهربائي طبعا هنا يشرح ما الفرق بين الشحنات الساكنة والمتحركة نقرأ قليلا فالشحنات الكهربائية الساكنة لا تنجز شغلا اي لا تعطيه عملا ولكنها تنجز شغلا اذا تحركت خلال اسلاك التوصيل التي تربط اي جهاز كهربائي بمصدر للطاقة الكهربائية المناسبة له فتعمل على تشغيل ذلك الجهاز فالتالي الكهربائي يعبر عنه كوسيلة لنقل الطاقة الكهربائية من مصادر توليدها الموالدات الكهربائية بطاريات خلايا شمسية الى الاجهزة الكهربائية يعني المقصود فيها بان الشحنة في حال عدم حركتها فهي لا تعطي شغلا وبالتالي تسمى شحنة ساكنة اما اذا تحركت مسافة معينة خلال سلك التوصيل وبالتالي سوف تعطي هنا شغلا طيب الشغل اخذنا عزيزي الطالب بانه هو عبارة عن طاقة وبالتالي يمكن ان نقول بان التيار الكهربائي هو عبارة عن حامل لهذه الطاقة ينقل الطاقة من مصدر التيار الكهربائي الى الجهاز المراد تشغيله بوسطة التيار الكهربائي طيب نقرأ هنا التيار الكهربائي من المعروف ان الكترونات المدارات الخارجية الكترونات التكافؤ طبعا تكلمنا عنها كثيرا في أشباه الموصلات عزيزي الطالب من المواد الموصلة تكون ضعيفة الارتباط بنواتها طبعا هذا الكلام تكلمنا عنه أيضا وقد أخذته في المادة الكيمياء عزيزي الطلاب بأن لكل ذرة تتألف من نوات وتألف من الكترونات وفي داخلها داخل النوات بروتونات ونيترونات وطبعا الكترونات كلما ابتعدت كلما كان ارتباطها في النوات أقل وبالتالي الالكترونات الأقل ارتباطا في النوات تسمى بالكترونات التكافى وهي تتواجد في آخر غلاف في هذه الزرة طبعا هذا الكلام كله موجود في مادة الكيمياء فإذا تعرضت نقرأ هنا فإذا تعرضت هذه الالكترونات إلى مجال كهربائي خارجي فأنها ستتحرك بين ذرات الموصل باتجاه معاكس لاتجاه المجال الكهربائي المؤثر E لأن الالكترونات سالبة الشحنة هذا الكلام يفسر ما كنا نتكلم عنه أعزائي الطلاب لو تذكرتم بعي بأن جهة التيار الكهربائي جهة التيار تكون من الموجب باتجاه السالب أما جهة الالكترونات تكون من السالب باتجاه الموجب وهذا الكلام هو الذي يتحدث عنه هنا أي جهة الالكترونات سوف تبدأ من القطب السالب وتتجه باتجاه الموجب طبعا دائما عكس الشحنات السالبة سوف يتولد لدي شحنات موجبة طبعا لا يوجد شيء اسم الشحنة موجبة هذه الشحنات الموجبة يمكن أن نمثلها بفراغات بحيث أن هذه الإلكترونات تتحرك من السالب إلى الموجب وبالتالي أماكنها تصبح فارغة فلو نظرنا بشكل أعمق قليلا سوف نلاحظ بأن الفراغات الموجبة الناتجة عن تحرك الإلكترونات هي تتحرك بعكس جهة الإلكترونات أي من الموجب للسالب وهو ما يرمز له بجهة التيار الكهربائي أما العوازل فتكون قوى ارتباط الإلكتروناتها بنواء ذراتها كبيرة جدا يعني هي كمان العوازل عبارة عن ذرات وتحتوي على الإلكترونات ولكنها لا تنقل التال الكهربائي أو تنقله بضعف السبب وهو عدم حركة الإلكترونات لأنها ترتبط كثيرا في النوات وبالتالي عند عدم حركة الإلكترونات سوف لن يتم انتقال في الطاقة وبالتالي لن يحصل انتقال في التيار الكهربائي وهذا الكلام أيضا تكلمنا عنه بشكل كثير عزاء الطلاب في أشباه الموصلات لو تذكرتم معي لذا فإن المادة العزلة لا تسمح بانسياب التيار الكهربائي خلالها أمثلة طبعا خشب جاف بلاستيك زجاج مطاط إلى آخره كلها هذه مواد لا تنقل التال الكهربائي طيب أمثلة عن مواد تنقل التال الكهربائي طبعا الفلزات وما تسمى المعادن عزاء الطلاب طيب نكمل الآن طبعا هذه تجربة بسيطة يتحدث فيها فقط عن انتقال الكترونات لا دعي لذكرها مرة أخرى فقط تكلمنا عنها بشكل كبير عندما أخذنا الدرس طيب الآن سوف نقوم بمراجعة قانون التيار الكهربائي طبعا التيار الكهربائي لكي يتم حساب شدته يجب معرفة كمية الشحن المرة ونقسمها على الزمن طبعا نحن تكلمنا بأن الشحنات هي سالبة أو يمكن حساب الموجب منها لا فرق الشحنات السالبة هذه لو حسبنا عددها كمية الشحن كم كمية الشحن التي مرت في مقطع موصل موصل يعني سلك كهربائي مثلا مسكنا قطع منه كم كمية الشحن التي مرت منه خلال زمن معين مثلا خلال ثانية خلال دقيقة وبالتالي عند قسمة هذان المقداران على بعضهم البعض سوف يعطيني شدة التيار الكهربائي طبعا كما قلنا شدة التيار الكهربائي هي كمية الشحن مقسومة على الزمن شدة التيار الكهربائي تقاس بواحدة الأمبير تكلمنا عنها كثيرا أيضا عزيزي الطلاب بالنسبة لكمية الشحن تقاس بواحدة الكولوم بالنسبة للزمن يقاس بواحدة الثانية هذا يعطينا سؤالا مهمة نصنا الامتحام بأن واحدة الأمبير تقابل من الواحدات المهمة طبعا سوف يذكر لدي عدة واحدات ومن ضمنها الكولوم مقسوم على الثانية طبعا الواحد أمبير يساوي كولوم مقسوم على الثانية طبعا هنا يوجد لدي تعريف الأمبير الواحد تعريف الأمبير الواحد هو طبعا تكلمنا منذ زمن عزيزي الطلاب على تعريف الواحدات عندما أريد أن أعرف واحدة أعوض نفس الواحدات في القانون الموجود لدي هنا وطبعا كل مقدار يكون قيمته واحد يعني لو هنا بدل التيار الكهربائي عوضنا واحد أمبير بدل كمية الشحنة عوضنا واحد كولوم واحد كل المقادير واحد بدل الزمن واحد ثانية يعني يمكن أن نقول بأن الأمبير الواحد هو عبارة عن الزمن اللازم أو الشحنة واحدة تمر خلال زمن مقداره واحد ثانية طيب نقرأ هنا يمثل تدفق كولوم واحد من الشحنات الكهربائية في مقطع موسر غلالة ثانية واحدة لاحظ هذه المقادير عزيزي الطالب ثانية واحدة طبعا الشحنة مقدارها كولوما واحدا هتان الجملة لو كتبتهما في الامتحام فأنك تأخذ العلامة في تعريف أي واحدة مهمة بالنسبة للأمبير أو غيرها كما قلنا الطريقة فقط تعوض الواحدات في القانون وطبعا يكون المقدار لكل واحدة بنسبة واحد طبعا نكمل قراءة هنا فعندما يقال أن تيار كهربائي مقداره 2 أمبير ينساب في سلك التوصيل فهذا يعني أن شحنة كهربائية مقدارها 2 كولوم تعبر مقطعا مقداره في الثانية واحدة واحدة طيب التيار كهربائي كما قلنا واحدة أمبير شحنة كهربائية واحدة كولوم الزمن مقداره ثانية قانون بسيط جدا بالنسبة للرموز A يساوي Q مقسومة على T طبعا Q هي رمز الشحنة الكهربائية T هي رمز الزمن طبعا بالنسبة لوحدات المختصرة بالنسبة للأمبير أو عفوا الواحدات الأصغر بالنسبة للأمبير يوجد لدي ميلي أمبير هنا ويوجد لدي أيضا مايكرو أمبير طبعا هذه الواحدات مرت علينا كثيرا تمام بالنسبة للميلي كولوم والمايكرو كولوم طبعا تحويل هذه الواحدات اكتب معي عزيزي الطالب لتحويل من واحدة الميلي أمبير إلى واحدة الأمبير يعني للرجوع فيها إلى الواحدة الأساسية نضرب بعشرة أسالب ثلاثة أيضا للتحويل من الميكرو كولوم إلى الأمبير نضرب بعشرة أسالب ستة تمام طيب بالعكس لو أردت التحويل من الأمبير إلى الميلي أمبير أو من هنا إلى هنا سوف أقسم هنا على عشرة أسالب ثلاثة يعني أضرب بألف وهنا سوف أقسم على عشرة أسالب ستة يعني أضرب بعشرة أسستة طيب نأخذ هذا الميزال البسيط بشكل سريع هنا مثال واحد يمر خلال مقطع عرضي من موصل شحنات كهربائية مقدارها 1.2 كولوم يعني هي 12 مقسومة على عشرة 12 مقسومة على عشرة في كل دقيقة طبعا الدقيقة هي عبارة عن ستونة ثانية يجب أن ننتبهي إلى هذا الكلام أحسب مقدار التيار المنسب خلال هذا الموصل طبعا قانون بسيط جدا التيار يساوي الشحنة مقسومة على الزمن التيار A الشحنة هي عبارة عن 1.2 أو 12 على عشرة مقسومة على ستون تمام وبالتالي سوف تكون الإجابة صفر فاصل صفر اثنان طبعا حسبتها بسيطة ورياضية طبعا المقسود فيها أمبير طيب مثال اثنان أيضا إذا كان المقدار التيار المنسب في موصل يساوي 0.4 أمبير أحسب كمية الشحنة التي تعبر مقطع من موصل خلال هذا الطلب الأول 2 ثانية وP4 دقائق تمام يعني يوجد لدي طلبين بسيطين ولا يجب التعديل هنا على هذا القانون كيف يمكن أن نعدل على القانون التعديل بسيط جدا التيار يساوي الشحنة على الزمن طبعا هذا المقدار أو لو أخذناه بالرموز أفضل I تساوي Q مقسوم على T هذا المقدار I مقامه واحد وسطيب الطرفين سوف تكون الشحنة تساوي هي I مضروبة في T يعني شدة التيار مضروبة في الزمن شدة التيار هي 0.4 يعني هي عبارة عن 4 مقسومة على 10 أيضا ضرب إثنان يعني إثنان في 4 سوف يعطي 0.8 عند عدت القسمة على 10 طبعا كمية الشحنة تقدر بالكلوم هذا بالنسبة للطلب الأول أما بالنسبة للطلب الثاني سوف يكون لدي التحويل بالنسبة للزمن أربعة ضرب ستون سوف يعطيني أربعة ضرب ستون سوف يعطيني مائة وأربعة تمام مائة وأربعة ضرب صفر فاصل أربعة سوف يعطيني أيضا ستة وتسعون طبعا كولوم يجب أن ننتبه أيضا إلى هذه النقطة جميعها تحويلات بسيطة ومسائل سهلة طيب يجب أن ننتبه أيضا إلى هذه إذا كان التيار الكهربائي المنسب خلاله موصل ما ثابتا يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة تمام إذا كان التيار ثابتا في الاتجاه مع مرور الزمن فيسمى بالتيار المستمر ويرمز له BTC يعني Direct Correct يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة طبعا التيار ثابتا المستمر نأخذه من البطاريات أما التيار المنزل يكون تيار متناوب طبعا هل تعلم يجب أن نتكلم عنها أيضا لأنها تكلمنا عنها عندما أخذنا هذا الدرس في المدرسة وقلنا بأن هذه الفقرة مهمة وسوف تمر معنا في دروس أخرى وقد رأيناها مرت معنا في الدروس في الفصل الثاني طبعا يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة أكرر إذا كانت شدة التيار ثابتة فهذا يعني بأن التيار هذا مستمر رمزه DC مصادر التيار المستمر هي مولدات التيار المستمر والعمل الكهربائي والبطاريات يعني ليس تيار منزل طبعا هل تعلم نتكلم عنها قليلا هنا إن التيار الخارج من البطارية الكهربائية هو تيار مستمر وهو ثابت إن التيار الخارج من المولد الكهربائي البسيط هو تيار مستمر وهو ثابت الاتجاه هو متغير المقدار يجب أن ننتبه إليهم إن التيار إذا كانت التيار متغير المقدار والاتجاه هذه نقطة مهمة مع مروفة ويسمى بالتيار المتناوم ويسمى AC أيضا هذا الكلام سوف نتكلم عنه كثيرا إن شاء الله في الدرس القادم أثناء المراجعة نعيد بشكل سريع هنا فقط قلنا بأن أهم قانون هنا لدينا وهو قانون شدة تيار وهو كمية الشحنة مقسومة على الزمن شدة تيار يقاس بواحد الأمبير كمية الشحنة تقاس بواحد الكولوم أيضا الزمن واحدته ثانية يوجد لدي عدة واحدة للكولوم أصغر منه وهي الميلي أمبير أفوا للأمبير أصغر منه وهي الميلي أمبير تساوي 10 أسالب 3 أمبير أيضا مايكرو أمبير وتساوي 10 أسالب 6 أمبير كل تحياتي لكم عزيزي الطلاب ننتقي إن شاء الله في دروزة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته